ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير؟ نهاردة هنتكلم على توقعات الاسبوع الاول لشهر ديسمبر لعام 2021 يعني هنتكلم على اول سبع ايام بالاخص فيه خلال شهر ديسمبر لعام 2021 لبرج الميزان برج الميزان احنا عندنا مبدأ ايان هو اسبوع مهم جدا 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 اسبوع بيبدأ من البيت التاني بالنسبة لك لحد البيت الخامس وكل ده بالنسبة لك يعني نوع من انواع التقدم الاخبار السرة الامور المالية تحسن كتير كذب فيه امر قضائي عروض مهنية لذيذة تواصل مع علاقات قوية عندك كتير من الاخبار المتميزة بالنسبة لنا عشان عندنا يوم اربعة هيكون فيه حدث مهم جدا جدا ويعي التغيير بالنسبة لك الفترة دي او يوم بالاخص يوم تلاتة او يوم اربعة هتحس ان انت يا برج الميزان متواصل اكتر مع حد متواصل روحيا او متواصل بشكل فعلي مع شخصية زو ما كانة قوية او شخصية ممكن تكون مركز قوي او شخص ممكن يكون طالبك فيه امر مهني قوي برضو بالنسبة لك هيبدأ اليومين دول يغيروا حياتك فيما بعد يوم تلاتة ويوم اربعة بالاخصة الفترة دي بالنسبة لك مهم ما كتير وهنوضحها في التوقعات اليومية كمان بصورة افضل فدول افضل يومين بالنسبة لك او دول اضيج افضل يومين يوم تلاتة ويوم اربعة بس مش هيكون برضو يعني اللي هو معنى كده ان اليوم من اول يوم واحد لحد يوم سبعة فيهم شيء غلط لا عندك كمان يوم سبعة وكمان يوم تمانية ويوم تسعة الفترة دي الامر هتكون متواجد فيها بورج الدلو فانت يوم سبعة بالنسبة لك يوم رائع يوم فيه خبر حلو قوي في الشأن العائلي فيه ترابط عائلي فيه جوه مميز فيه شيء لطيف فعندك ده فيه ممكن يكون مولود جديد فالاجواء دي متواجدة كتير يا بورج الميزان عندك طيب بورج الميزان الامور اللي ليها علاقة بالشأن المهني يعني هو الاسبوع ما فيهش ايام نخاف منها تمام يعني ما فيهش ايام نكت فيها نوع من انواع الالأ يعني لكن خلينا نتكلم على شأن مهني عاطفي الاخ الامور المهنية من حرقات الكواكب وتأثيرات الامر في خلال الايام المجمعة بخلال الاسبوع ده احنا عندنا الوضع المهني مميز وعروض مهنية رائعة جدا 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 فوق ما تتخيل ايجابيات مهنية فعلية عندك عروض جاية من احد الاصدقاء او عروض جاية من اشخاص زو مركز قوي كمان بالنسبة لك انت مدعوم كثير في شأن المهني عندك اسرار وارادة وطاقة مهمة جدا جدا لاجل انجاح مهني لاجل تحقيق مكسب مالي وليه علاقة باسم كمان يعني بتعمل اسم حلو بالنسبة لك كمان عايز توصل ليه مكانة او ترقية عالية وبتحاول تسعى اليها فده شكل الوضع المهني بالنسبة لاصحاب بورج الميزان خلال الاسبوع الاول بالنسبة لك كمان هيكون الفرص مساعدك او الحظ مساعدك قدر الامكان في ان انت توصل ليه اللي انت عايز فعندك النقطة دي جدا يا بورج الميزان الحظ بيساعدك بيخدمك الحظ حليفك خلال هذا الاسبوع في المنطقة المهنية كمان بالاخص طيب بورج الميزان بالنسبة كمان ليه الامور المهنية اللي ليها علاقة بالناس اللي انت بتتعامل معهم الناس اللي انت بتتعامل معهم انت بتمثل قوة هيلة جدا وبتمثل قوة منافسة جدا فانت عندك القوة يعني قادر على انك توصل لقوة قادر على ان انت توصل لتميز قادر على ان انت تكسب تحدي قادر على تكسب منافسة ولكن انا ما اقولكش امدا ان انت تدخل منافسة او تحدي لان احنا عايزين عقليتنا تبقى مجغولة بشيء معين مجغولة بايجابية معينة مش عايزين ان احنا نشتت نفسنا لكن اللي هيجي قدامك تحدى اللي عايز يتحدى يتحدى انت هتكون قوي في النقطة دي الناس اللي انت بتتعامل معاهم هيكون فيه نوع من انواع الحجد لاجل عرض مهني قوي او شيء قوي انت بتوصل له فبتبدأ ان انت تقابل احقاد خلي بالك اذا دي الامور المهنية الامور المالية لا الامور المالية صراحة انت عندك الوضع ما شاء الله يعني فيه فلوس جاي لك ليها علاقة باكتر من طريق الوضع المهني مبدئيا هيكون فيه فلوس منه دخلالك انت عندك اهتمام بشغلك جدا وده هيكون ليه علاقة بمصدر هيجيلك او عندك مصدر رزق جديد عندك فيه عروض مهنية وده يعتبر من مصدر رزق جديد يعني عروض مهنية وهيكون فيها نوع من انواع التفاوض وده هيكون فيه عرض برضو مهني للعرض المهني الخاص بيك بالنسبة للامور المالية كمان لو عندك مشكلة قضائية او قانونية ليه علاقة بأحد الممتلكات أو ليه علاقة بأحد الأموال فهيكون عندك مكسب فتبدأ أن أنت تحصل على حقوقك بالنسبة لك كمان فيه مراس بتحصل عليه أنا شايفة أن الأسبوع ده على فكرة هو أسبوع مال لأن بدايتم من يوم واحد ويوم اتنين ويوم تلاتة الأمر هيكون متواجد في برج العرب والفترة دي هي فترة مال فترة مكسب فترة فلوس ده خلالك يوم واحد يوم اتنين يوم تلاتة بالنسبة لك كمان يا برج الميزان الأمور العاطفية الوعب العاطفي بالنسبة لك حلو قوي وقدر على الوصول والتواصل مع الآخرين الناس اللي مش مرتبطين انت حد معدي قوي يعني ما شاء الله اللي يشوفك يعجب بيك اللي يشوفك يعجب بيك لحد ما خلاص هتقفل على القرى الأرضية كلها برج الميزان على فكرة يمشي في مكان يجذب ده ويجذب ده ويجذب ده يمشي في مكان تاني خالص بعيد يجذب ده ويجذب ده ويجذب ده فأنت شديد الجاذبية بطبعك ما بالك بقى الفترة دي عندك ده جدا قدر على انك انت توصل احساس توصل مشاعر تاخد مشاعر تاخد احساس تسرق قلب حد فعندك ده جدا اذا للناس اللي هم مش مرتبطين في نوع من انواع الارتباط والجذبية في ده كتير وكتير هيكون فيه علاقات عقود يعني فيه عقد عاطفي هيكون متواجد طبعا ده للناس اللي هم مثلا متربطين شوية يعني بالنسبة لبرج الميزان اللي الناس اللي كانوا مرتبطين بحد من الماضي ورجعنا سيبنا بعض لاي سبب من الاسباب هنرجع تاني لبعض فبرج الميزان عندك ان انت فيه رجوع بصورة كتير قوية سواء الرجوع ليه علاقة بيه ان احنا كنا مرتبطين وبعض مثلا مش كانت علاقة اساسية او علاقة اساسية بالفعل طب اكتر الابراج اللي انت هيكون فيه رجوع ما بينك وما بينهم هم ابراج ايه هم ابراج مائية بالاخص وابراج نارية دول اكتر الابراج اللي هترجع لهم اكتر من ابراج هواقية اه هيكون عندك ده جدا في خلال الاسبوع الاول اما بقى بالنسبة يا برج الميزان ليه الامور العاطفية للناس المرتبطين بالفعل او متجوزين انت عندك تجديد للعلاقة تجديد للعلاقة يعني حالة حب حالة ازدهار حالة رومانسية اكتر حالة اقوى عاطفية بمعنى من خطوبة لزواج او تحديد موعد لخطوبة او تحديد موعد لزواج عندك بالفعل تحديد الموعد ده وتحديد الموعد معناها ان هو رباط زيادة وكمان بالنسبة للناس المتجوزين ممكن يكون فيه مولود او انتقال سكني او مشورة ما بينكم انتو الاتنين بتؤدي الى الاستقرار وده اكتر كلام هتتكلموا فيه على الاستقرار يوم خمسة ويوم ستة على فكرة زي ما بقولت لكم قبل كده انت عندك الاسبوع ده فيه شيء مهم سواء عرض مهني او امر عاطفي تعاقد لشيء مهم جدا جدا في خلال الاسبوع ده ليه علاقة بستة شهور جايين ليه علاقة بستة يعني شوفوا الاسبوع ده مهم قد ايه خاصة يوم الكسوف اللي هيكون موجود يوم اربعة بالنسبة لك اليوم ده يوم كسوف هيكون الكسوف في فترة الامر المتوجد في برج القوس الفترة دي يعني ليها علاقة او مربوطة بفترة راهنة وراها ستة شهور هتعرفوا الكلام ده من يوم تلاتة او اربعة لما ييجوا طيب بالنسبة ده ليك جدا يا برج الميزان فالوضع العاطفي ما اجمله خلال هذا الاسبوع الامور بقى الحياتية الخاصة بيك يعني الاسبوع ده شكلها يبقى عامل ازاي مبدئيا الوضع العائلي فيه زيارات عائلية او اتصالات عائلية او تواصلات عائلية وده بالنسبة لك مش كله لطيف لان فيه اشخاص هيكونوا بيقربوا منك لاجل مصلحة واشخاص بيقربوا منك لاجل محبة متزايدة صراحة بالنسبة لك كمان الامور الاجتماعية هيكون عندك عارف الشخص اللي لما يبقى نجمك عالي كده ومأثر ومسيطر بالزبط ده اللي عندك هتكون شخص قوي جدا قوي في مكانك قوي في مجالك قوي في شخصيتك في شغلك في دراستك عندك ده جدا عندك عقلية متميزة قادرة على ادارة المواقف عندك كمان اسلوب حلوة قوي في التعامل يعني عندك زكاء في التعامل خبرة في التعامل دبلوماسية قوية جدا في التعامل حتة الاحراج والكسوف ومش عارفة ايه لأ بتبدأ ان انت تكسر القعدة دي في خلال هذا الاسبوع وده برضو من الاشياء اللي هتخلي ان انت يكون عندك نجمع اللي تبقى قادر على تقديم شيء مهم بالنسبة لك عندك استكمال لامر ما مستوقف بقاله فترة هيكون عندك ان انت بتكمله الفترة الحالية برج الميزان بالنسبة لك الامور الصحية ممكن يكون في زيارة لطبيب او في متابعة طبية او تحضير تعرف فكرة لما منيجي نحجز لدكتور عشان نروح مش عارفة فترة ايه بالزبط ده عندك كده في مواعيد حجز اللي دكترة مش عارف ازيه امور طبية عندك ده جدا جدا يا برج الميزان برج الميزان كمان بالنسبة لك انت عندك في الامور الحياتية انت هيكون عندك اهتمام بالشكل اكتر اهتمام باللياقة اكتر اهتمام بيه ان انا يبقى شكلي ايه جسمي ايه تغيير ايه او بتميل الى التغيير هتميل الى الفكر ليه ان احنا نغير وبتحضر لحاجة او منتظر فيه عندك طاقة انتظار قوية اوي 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 في خلال الاسبوع الاول ليها علاقة بالاسبوع التاني يعني انت منتظر شيء بشكل قوي اوي وبشغف قوي جدا 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 لاجل فترة لاجل فترة يوم لاجل فترة الاسبوع التاني يعني الاسبوع الاول هو طاقة انتظار للاسبوع التاني يا طرح منتظرين ايه يا طرح هنكون منتظرين ايه يمكن انا عارفة او انت عارف عامة برج الميزان ده توقعات الاسبوع بشكل عام انا شايفان هو اسبوع من افضل الاسبوع اللي هتمر عليك لأن فيهم طاقة تغيير رائعة جدا 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 وإيجابية مال قادم لك تحسن في الشراكة العاطفية بدايات مهنية وتقدم في الشؤون المهنية جدا جدا ممكن بس يكون فيه إجراءات طبية أو صحية ولكن بتعدي يعني بشكركم جدا ما تنسوش لايك وشير الأشراك في قناة فعيل الجرس سلام